بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات في برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى نتناول في هذا برنامج شرح أحاديث الإمام البخاري التي جاءت في صحيح البخاري في كتابه القيم الجامع الصحيح ونتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين ونذكر أهم هذه المعانية التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نذكر الفواعد والدرر التي جاءت في أحاديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودا نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فنتظرونا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام واخوات الكريمات عندنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كنا قد وصلنا في شرح كتاب الأدب وحديثنا هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بوابه البخاري بقوله باب الحياء عن عمران بن حسين عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا يقول بل هو خاصة الإنسانية يقول فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء انتهى كلام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة حديث عمران بن حسين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير يقول ابن البطال معناه أن من استحي من الناس أن يروه يأتي الفجور ويأتكب المحارم ويأتكب المحارم فذلك داعية له إلى أن يكون أشد حياء من ربه خالقه ويقول ومن استحيى من ربه فإن حياءه زاجر له عن تضييع فرائضه وركوب معصية يقول لأن كل فطرة أو لأن كل ذي فطرة صحيحة يعلم أن الله تعالى النافع له والضار والرزاق والمحي والمميت فإذا علم ذلك فينبغي له أن يستحي منه عز وجل إذن ينبغي علينا عاشر المؤمنين ومسلمين أن نستحي من الله عز وجل ربنا عز وجل يراقبنا ويرانا في داخل المنزل داخل البيت داخل الغرفة في الشارع في المنزل في السفر في الطائرة في السفينة في السيارة إذا كنت لوحدك إذا كنت مع شخص آخر أمام الناس لا شك أن الله عز وجل مطلع على السرائر علام الغيوب سبحانه وتعالى قال الإمام إن رجب الحملي رحمه الله تعالى قال الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف على ارتكاب القبائح سبحان الله كثير من الناس تجد فيه حياء هذه قصلة جميلة طيبة لذلك هذا الحياء الذي في نفسه يكفه أن يفعل المعصية أو يرتكب الكبيرة ودناءة الأخلاق ويقول الإمام رجب ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها إذن هذه خصلة طيبة وجميلة الحياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحياء لا يأتي إلا بخير ويقول ابن حجر إذا صار الحياء عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا يجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات والسبب ويقول أيضا فالحياء فضيلة من فضائل الفطرة وهو مادة الخير والفضيلة وبهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحياء خير كله أو الحياء لا يأتي إلا بخير أيضا جاء حديث آخر في فضيلة الحياء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله قال ليس داك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا ومن أراد ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة هذا حديث رواه التلمذي وحسنه الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى المعرام إليه من المأكل والمشرب المحرم والعياذ بالله ومن أعظم ما يجب حفظه من نواه الله عز وجل اللسان والفرج وهذا كلام قيم للإمام ابن رجب لحم بلي في كتابه كتاب جامع العلوم والحكم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أخواني الكرام أخواني الكريمات من الفوائد للحديث دليل على هذا الحديث دليل على فضائل وفضيلة الحياة وأنه محمود على كل حال وكذلك من فوائد هذا الحديث تعريف الحياء وتقدم على أنه نوعين غريزي ومكتسب فمباحث الحياء أيضا هي الحياء والاستحياء أيضا هي من صفات الله تعالى وكذلك من أعظم صور الحياء من الله عز وجل من استخفى بالأوامر والنواهي الشرعية فهذا يدل على عدم إجلال الله عز وجل وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا الحديث يتبين لنا أن المعاصي تذهب الحياء كما قال نقيم قال من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه فقد جاء في الحديث الصحيح الحياء خير كله صلى الله عز وجل أن ينفقنا دائما لهذه الأخلاق الحسنة والحميدة كالحياء وغيرها صلى الله وسلم وبرك على أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين